كشكل انا بيشبه مامي وبابي يعني كل واحدة عايزة تشبه هايفة هي هوانا لما ببصلها وبيقولولي دي بقيت شبهك او بتعمل زيك بحس انها شبه امي وابويا عشان انا شبه امي العيلة حلوة كلها كده عيلة حلوة ماما مصرية وصمرة وحلوة وجذابة وبابي لدناني ابيض وقش اربعين وخضر فالتوليفة المصرية اللي في مناية دي عملت توليفة حلوة انا بلاقي اللي اهم من ده عشانت مركز اوي في الشكل مش في الشكل انا عايز اعرف هو الشكل هواخدك شوية انا بتكلم عالشخصية اهو الشخصية من صغار نحنا طلعنا فين تربنا فين ايه الحكاية جات منين لأ انا انا اي تينك ان انا اتربت غير كل الناس اتربت غير كل الناس دي جملة مهمة جدا غير كل يعني اطفال الناس انا انا حاسة ان انا عارف زي واحد ما بيعرفش عوم ورموه بالمي وقالوله اسبح بيعرفش عوم بس انا ترميت في حتت في حاجات خلتني اتعلم بدري اوي حاسيس الطفل في السن ده مش لازم يحسها او بدري عليه حسها كان فيه نضوج مبكر غير النضوج كان فيه يعني كنت حساسة فيدي عن لزوم انا مسلا تربت بالداخلي انا كنت ببت فيه مدرسة داخلية مدرسة داخلية ويمكن هيدا هو اللي اسسني صح اللي علمني انه انا حاجات كتير في سني عفكري انا لاني قدي معك عم بحيص حالي عم بحكي مصري بس انا حيحكي الاتنان احكي مصري لبناني فرنساوي اللي انت عملي بوقتها طفلي عمري ثلاث سنين بقلب الداخل اللي صار عمري يعني لما صرت تين ايجر تعلمت امور لما كنت قابل صحابة اللي هما مش داخلي كنت احس ان هما ما بيعرفوهاش لسه احس ايه ده دول مش زي يعني انا انا حاس ان انا افضل رغم ان انا محرومة اكتر عايشة مش مع اهلي ايه من الحاجات اللي تعلمتيها بدري اه توحشني الناس اه اوكي كنت بعيدة عن اهلي يعني ف يوحشني حد يعني انت تبقى عائد صغير وفي حد عايش مع ابوك وامك مفيش مشكلة مش حاسس بالمجاعة انها ما تشوفهاش غير في الاجازات او في المسورة اه تفهم يعني ايه انت وحشاني اخواتي وحشني يعني الوحشة الوحشة دي كانت بدري اوي فهمتها كنتش فهمها يعني تعلمت الكرم في وقت كل الدنيا حوالينا كانت بخيلة كانت ماما سنتيج تزورني بالداخلي تجيب لي كيس ماليان بونجو شوكولات بسكوية ماليان ايه يعني عصاير معايش انا بونجو يعني جوسز بسكوت بسكوت بتاعنا شوكولات عرفها دي حاجات مش موجودة في المدرسة لان احنا عايشين داخلي وفي حاجات معينة مفروضة علينا كنت من كتر ما هي وحشاني كانت العيال صغيرة بتجري على الكيس اللي في ايدي وياخدوه مني يعني ما حسش انه اتخد مني كل ده غير لما موها تمشي فكت في الاول ازعر اقول ايه ده اخدوا كل حيك تركوا لي الشغلة طب يا دي ماما جبتها طب قد ذكرى من ماما بعدين ابتديت افهم تقول لي ماما لأ حرام هما زيك محرومين هما زيك انت على الا انا باقي ازورك يمكن هما كل وقت كتير ليش حدا يزورهم اللي عايزة تديها وانا طب بيجي بيلي حاجات اكتر بقى وانت عايزة انا اتكارم اتكارمي فدي ما حاجات عالمتها بقدري انه بقى كريمة في وقت كل ناس بتاخد بس هنا كنت بدي وفي فضلت فيا لغاية ما كبرت وبقيت كده فضلت العادة دي مش باعتبرها بتخسرني ولا انه بتاخد مني بس فضلت عادة مفتوحة خدوا مش مهم مش مش هنام بالليل ممكن تبقى بالنسبة لكم حاجة اكتر من يعني الله عطاني انا ليه ما بدي اعطي الله بيعطي العبد ليه العبد ما بديو يعطي فضلت فيا في وقت كانت ميزة بعدين بقت مش ميزة بقت بتضيعني في الناس بتستغل لها وبعدين رجعت ميزة لما ابتديت احسبها صح اقننها احسبها صح ما عارش اقول اقننها انا يعني تعرفي تدي مين وما تديش مين انا دلوقتي مش جاهزة للناس بس ايزي روح المكان ده فبتديت ألبس النظارة والحاجات اللي بيتخبر هتشعرفك الناس قولك اهما لما بتشهروا بيعمل لا هو مش كده مش لما بتشهروا بيبقوا كده هما بيبقى فعلاً هاللحظة دي مش جاهزين يشوفوا ناس ممكن يحاسين بحاجة مش قادر يبتسم لك دلوقتي مش قادر يوريك صورته اللي متعود انت عليها دلوقتي بس حابب يروح المكان ده فممكن يبقى ايه باين تدام تعملي كده تلبس الزعبوت والنظارة كتير فببقى باين انه من بعيد عارفوني والله بيعرفوني لو ما لا انت تتعرفي لو لابس ايه انا والله ومهما اقولك انا عرفك في اي حد انا مرة لبست حاجة مستحيل حد يتعرف منها مستحيل خمار لبست خمار ودخلا مولو وكابل خارجين قال لايك يا فابابي متنكرة باللي لابس عباية عينيك وصاحبتي لابسة شورت هوت شورت وبلوند وماشية بالميو عارفني انا خمار قلت لأ انا تخضيته وفي ايه من برا المكتوب ايه العباية من برا قلتلي عارفك فيه شي ما بعفش وقل قورة طبعي عينيكي ما عرفش فاذا ساعات قبل نبقى مش عايزين الناس تعرفنا بس لو انا دخلت على مكان ارجع لسؤالك وانا هايفة كده و I think مش هتحصل لاني انا هبقى هبقى مش انا لا تزعلي لو انا دخل على مكان عشان اتشاف وما تشافش لا مش اليوم اللي ييجي وتخشي ومحدش يعرفك تزعلي يعني دي بقت جواكي اكيد ازعلي اجزب اكيد اكيد اشو بكذب عليك يعني ما عارفوش انه دي هايفة ما بتبقى كرسة لازم كل مش لازم الاكيد هيعرفوا دي هاي هايفة واهبة لو دخلت مكان وقالوا لا مش هي مثلا يعني بيبقى في حاجة غلطة اما تبقى عادة في قاعدة وفي ستات مش طيقاكة بتعملي ايه يعني بتحقق اظن الستات بيبقى الفايبز او الزفزبات بتبقى عارفين هي اما تقعد في قاعدة وكل واحدة طبعا جنبها جزها وبدأ مش عارف ايه فعايزة يعني وانتي قاعدة زي ما انت بتقوليلي على راحتك بتتحكي وبتهزاري وفاجأة ممكن تاخدي الاتنشن كله والناس تسألك وتكلمك انا مش من هالنوع اللي بيحب ياخد اتنشن في قاعدة وهذه انا بهذه الزرعة بإطار صحابة قاعدة قاعدة رسمية فيها ناس فيها ناس ما تعرفنيش يعني بتبقى اخدوا عطل حكي بس ما بقعدش في مكان انا حاسي انه مش مرغوب فيي او انه مدايق البنات اللي قاعدين بس بشكل عام ما بيحصل ليش هالشي ما بيحصل ليش اول ما يتعرفوا علي يمكن كونوا اول شي متوترين مني بعدين فجأة بتلاقي في شي صار وارتاحوا انا مريحة 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 بجد بجد عمرك شفتي واحدة احلى منك بصتي كده انا لما بشوف واحدة حلوة بقولها انت حلوة او عم لا صدقني واحدة ماما هم اكيد هيعرفوا دلوقتي لان انا مكون عم صاوبين ايديي مثلا بالطويلات مطعم واحدة بسلم علي تقول لي حاجة ولا انت احلى او من غير حتى سببها لا بتجمليها انت احلى وخلاص لو هي حلوة ما بعرفش اقول لي واحدة مش حلوة انت حلوة بس ما فيش واحدة ما فيش حاجة حلوة في الاياخة بس الجمال اللي هو واضح بقى لازم اعبر اه بتشوفي شوفتي ستات كتير احلى مني كان شوفتي ستات احلى مني اه اكيد وبنظري انا شايفهم احلى مني بينظري بطريقتي ليه لا وهم شايفيني بنظرهم ما ينفعش اقول حاجة زي دي لحد بستق عمك سألت واحدة انت جاب الفستان ده منين الخاتم ده منين الحلقة ده منين هل ده من طبعي كنين لا مش من طبعي بس بتحصل لاني بتسئل كتير بقول فلو حاجة استفزتني عرف هي منين وخلاص انا لو عملت كده وكده مش هشوفها اقول لها اه ممكن اسألك ما بتقدرش يمسيك نفسك ممكن اسألك مع انه هلأ صعب انك ما تعرفش ده منين كله تعجد يعني انا جبتلك اي حاجة هتقول لي ده من ده مركت وكذا قدام الحتة انا مش لازم اعرف كل حاجة بس قصدي انا لو انا ادواتي ع سوشال ميديا وفستان ده عاجبني هادوس كده ها يطلع لي اسم هادخل على البراند اعرف ده ايه اشتركوا في القناة شكرا